بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة العلم وسوف نتحدث اليوم بمشيئة الله درس الثاني عشر الجهاز الهضمي والمواد الغذائية في جزئه الأول نبدأ وكما تعودنا بالأهداف المطلوب تحقيقها من الدرس الهدف الأول أن نتعرف الطلاب على مفهوم الجهاز الهضمي ووظيفته الهدف الثاني أن يتعرف الطلاب على مفهوم الإنزيم ودوره الهدف الثالث أن يتعرف الطلاب على مفهوم الكيموس الهدف الرابع أن يناقش الطلاب أعضاء الجهاز الهضمي الهدف الخامس أن يتعرف الطلاب على خصائص أعضاء الجهاز الهضمي كلهم على حدى نبدأ بوظائف الجهاز الهضمي عندما نتكلم عن تعريف الجهاز الهضمي فالجهاز الهضمي هو الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وامتصاصه الجهاز الهضمي هو الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وامتصاصه الوظيفة اللي بيؤديها زي ما هنقول دلوقت هي مر الطعام في أثناء عبر القناة الهضمية في الجسم بأربع مراحل رئيسة هي عملية البلع وعملية الهضم بعدين عملية الامتصاص وفي الأخير يتم التخلص من الفضلات ودي تعتبر الوظائف اللي بيؤديها الجهاز الهضم بلع الطعام وبعدين هضمه في المعدة والأمعاء بعدين امتصاصه في الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة بعدين التخلص من الفضلات عن طريق الأمعاء الغليزة والمستقيم والشرج بيقول لي تبدأ عملية هضم الطعام بمجرد دخوله إلى الفم ويقصد بالهضم عملية تحليل الطعام إلى جزيئات أصغر بحيث يمكن امتصاص المواد الغذائية الموجودة فيها ونقلها إلى الدم يبقى إذن عملية هضم الطعام المقصود بيها تحويل الطعام من جزيئات معقدة إلى جزيئات أصغر بحيث يمكن امتصاص المواد الغذائية الموجودة فيها عن طريق الخاملات اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة وبينجولها للدم بيقول لي المواد الغذائية اللي موجودة في الطعام بتزودك بالطاقة والمواد الضرورية اللازمة لنمو خلايا الجسم وتعويض ما يتلف من الخلايا حيث تنتقل عبر الدم إلى الخلايا لكي تستفيد منها زي ما أخذنا في الجهاز الدوراني وقلنا في الجهاز الدوراني أن دور الدم أو وظيفة الدم نقل المواد الغذائية من الجهاز الهضمي إلى جميع خلايا الجسم للاستفادة منها بيقول لي أما المواد التي لا يستفاد منها المواد اللي هي خلاص الجسم مش محتاجها وملهاش فايدة في الغذاء المهضوم أو بعد هضم الطعام بتطرد خارج الجسم بوصفها فضلات عن طريق المستقيم وفتحة الشرج بيقول لي كمان أن في نوعين من الهضم بيحصلوا في الجهاز الهضمي في هضم ميكانيكي وهضم كيميائي المقصود بالهضم الميكانيكي هو الهضم الميكانيكي هو نتجة عن الحركة أو عن طريق في الفم عن طريق تقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة بواسطة الأسنان والدروس واللسان وفي المعدة عن طريق تحويل الطعام إلى سائل غليز القوام اللي هو اسمه الكيموس عن طريق انقبض وانبساط عضلات المعدة على الطعام عشان تحوله لعجينة لازجة اسمها الكيموس بيقول لي الهضم الميكانيكي هو مضغ الطعام وخلطه بينما الهضم الكيميائي هو تحليل الغذاء بفعل التفاعلات الكيميائية في القناة الهضمية عن طريق الانزيمات وحمد الهايدروكلوريك نجي نتكلم عن الانزيمات اللي بتساعد على عملية هضم الطعام إيه المقصود بالانزيمات؟ بيقول لي تحدث عملية الهضم الكيميائي بسبب وجود الانزيمات الانزيمات دي عبارة عن نوع من البروتينات تسرع معدل التفاعلات الكيميائية في الجسم ويكون ذلك من خلال تقليل كمية الطاقة المستخدمة لبدء التفاعلات الكيميائية بيقول لي كمان معلومة مهمة لو لو وجود الانزيمات في الجسم لكانت التفاعلات الكيميائية في الجسم بطيئة جدا جدا ولا صعب حدوث بعضها وكما في الشكل واحد فإن الانزيمات لا تتغير ولا تنفد خلال التفاعلات الكيميائية يعني الانزيم بس مجرد أنه هو عامل مساعد بيساعد على إتمام التفاعل الكيميائي وبسرعة كمان دون أن يتغير ولا تتغير أي من خواص الانزيم علشان كده الانزيمات بتفضل محافظة على وضعها وعلى كميتها وعلى حتى تركيبها الكيميائي ادي منظر بيوضح للانزيمات ادي انزيم بيدي جزيء ألف وجزيء باعزين يتفاعلوا مع بعض بيدخل الانزيم دوت بيتفاعل مع الاثنين وبيرتبط مع الاثنين بعدين يربط الاثنين ببعض في شكل معقد مؤقت بعدين الانزيم ما بيتغيرش ويفضل زي ما هو ويحصل امتزاج الجزيء ألف وجزيء باعزين وخلاص حدث التفاعل الكيميائي في وجود الانزيم دون تغير الانزيم ادي الجزئية الأولى انزيم زيء جزيء ألف زيء جزيء باعزين يحصل لي شكل معقد مؤقت قد الإنزيم لم يتغير وبعدين خرج جزيء جيم اللي هو خليط من اندماج الجزيء ألف وجزيء با في الشكل واحد يزيد الإنزيم معدل بعض التفاعلات في الجسم فسر ماذا يحدث للإنزيم بعد انفصاله عن الجزيء الجديد يبقى الإنزيم محتفظا بخواصه ولا يتغير أي من خواصه يعني لا تركيبه الكيميائي ولا حجمه ولا كميته ولا أي حاجة فيه تغير كل اللي بيعملوا بس النزام جلنا هو عبارة عن عامل مساعد بيساعد على تسريع التفاعلات الكيميائية داخل الجسم دون أن يتغير طيب الإنزيمات في الهضم بتعمل إيه؟ بيقول لي يساعدك العديد من الإنزيمات على هضم الكربوهايدرات والبروتينات والدهون وتصنع الإنزيمات في الغدد اللعبية في الفم وفي المعدة وفي الأمعاء الدقيقة وفي البنكرياس دول المناطق اللي بيتصنع فيهم الإنزيمات في الجهاز الهضمي في الغدد اللعبية في الفم اللعاب اللي موجود في الفم ده عبارة عن نوع من أنواع الإنزيمات بيحول الإنشا لسكريات وكمان في المعدة في بعض الإنزيمات اللي بتفرز زي إنزيم البيبسين اللي بيساعد على عملية الهضم الكيميائي للطعام داخل المعدة كمان الأمعاء الدقيقة والبنكرياس بتفرز مجموعة من الإنزيمات بتساعد على إتمام عملية الهضم الكيميائي داخل الأمعاء الدقيقة للطعام طيب أدور أخرى للإنزيمات بيقول لي لا يقتصر عمل الإنزيمات على عملية الهضم فقط بل هي تساعد على زيادة سرعة التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن بناء الجسم كما تلعب الإنزيمات دورا مهما في إطلاق الطاقة في خلايا العضلات والخلايا العصبية أيضا الإنزيمات بتساعد على عملية تجلط الدم ويجدر القول أنه لو للإنزيمات لكانت التفاعلات في الجسم بطيئة جدا إلى درجة تكون فيها غير قادرة على الحفاظ على بقائك حيا يعني نقدر نجول ببناء على المعلومات دي والوظائف المختلفة للإنزيمات دي الإنزيمات من الحياة المهمة جدا جدا في الجسم وتساعد على بقاء المخلوق الحي على قيد الحياة لو حدث خلل في إفراز الهرمونات أو إنتاج الإنزيمات دي ممكن أكون فيها المخلوق الحي غير قادر على حفاظ على بقائك حيا سؤال ما زخبرات ما دور الإنزيمات في عملية الهضم الكيميائي يدور الإنزيمات في عملية الهضم الكيميائي زي ما قلنا الإنزيمات بتصاعد على هضم الكربوهيدرات والبروتنات والدهون ويتم تصنيعها في الغدد اللعبية وفي المعدة وفي البنكرياس وفي الأمعاء الدقيقة تعالوا نطلع من المقدمة بتاع الدرس ووظافة الجهاز الهضم ومفهوم الإنزيمات ودورها لأعضاء الجهاز الهضم لما نجي نتكلم عن الجهاز الهضم يا جماعة فإحنا هنجسم الجهاز الهضم لجزئين رئيسين جهاز الهضم يتكون من جزئين؟ الجزء الأول اسمه القناة الهضمية واللي بتعبر عن مجرى الطعام من أول ما يدخل الطعام من فم لحد ما تتخلص من بقايا الطعام الغير مرغوب فيها بوصفة فضلات عن طريق فتحة الشرج دي الجزء الأول من الجهاز الهضمي باللي يقول عليها القناة الهضمية أما الجزء الثاني من الجهاز الهضمي فهو الأعضاء الملحقة بالجهاز الهضمي التي لا يمر فيها الطعام يعني ما بيعديش فيها الطعام ما بتشاركش في عملية الدخول للطعام داخل مجرى الجهاز الهضمي لكنها بتساعد في عملية الهضم بإفراز الإنزيمات أو بطرق أخرى زي إيه زي إيه الأعضاء الملحقة بيقول للأعضاء الملحقة زي الغدد اللعبية اللي موجودة في الفم زي الكبد والبنكرياس اللي بيساعده في إفراز العصارة الصفروية والإنزيمات زي الأسنان واللسان اللي موجودين في الفم ما بيمرش فيهم الطعام لكن بيساعده على تقطيع الطعام وتمزيقه وتفتيته لأجزاء صغيرة وكمان اللسان بيساعد على تقليب الطعام داخل الفم طيب نجي نبدأ نتكلم عن القناة الهضمية القناة الهضمية عبارة عن مجرى الطعام من أول ما يدخل من الفم لحد ما يخرج من فتحة الشرج على شكل فضلات بتضم إيه القناة الهضمية بتضم الفم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والمستقيم وفتحة الشرج أما الأعضاء الملحقة فزي ما قلنا عندك الأسنان واللسان والغدد اللعبية دولا موجودين في الفم عندك الكبد والحويصلة الصفراء والبنكرياز دولا موجودين في تجويف البطن وهنشوف شكل الوقت بيوضح لنا أعضاء الجهاز الهضمي كلها سواء القناة الهضمية أو الملحقات بتاعته والأعضاء الملحقة لا يمر بها الطعام إلا أنها تنتج أو تخزن الإنزيمات والمواد الكيميائية الأخرى التي تساعد على تحليل الطعام في أثناء مروره بالقناة الهضمية ده الشكل اتنين اللي بيوضح لأعضاء الجهاز الهضمي بالكامل هنلاقي هنا عندنا بداية الفم اللي بيحتوى على اللسان والغدد اللعبية والأسنان بعدين نلاقي المريء اللي عبره عن أنبوب ينتقل منه الطعام من الفم عبر الفم ينتقل إلى المعدة بعدين بنلاقي هنا المعدة بعدين بنلاقي الأمعاء الدقيقة بعدين بتنتهي الأمعاء الدقيقة ببداية الأمعاء الغليظة بعدين المستقيم بعدين الشرج دولة القناة الهضمية الأعضاء اللي بيمر فيها الطعام لينتقل من الفم لحد ما يخرج من فتحة الشرش أما الملحقات فزي ما قلنا عندك الأسنان واللسان والغدد اللعبية في الفم عندك الكبد والحويصلة الصفراء والبنكرياس دولة في تجويف البطن دولة ضمن الملحقات اللي ما بيمرش فيهم الطعام لكنها برضو بتساعد على عملية الهضم بإفراز الإنزيمات أو تغزينها طيب تعالوا نبدأ نتكلم عن واحد واحد من الأعضاء دولة بالتفصيل وناخد معلومات زيادة عنها نبدأ بالفم بيقول لي تبدأ في الفم عملية الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي يعني في الفم بيحصل نوعين من الهضم هضم ميكانيكي وهضم كيميائي أما عن الهضم الميكانيكي فهو عن زي ما قلنا تقطيع الطعام بواسطة الأسنان والدروس وتقليبه بواسطة اللسان أما عن الهضم الكيميائي فبيبدأ الهضم الكيميائي للطعام في الفم عن طريق اللعاب والذي ما قلنا اللعاب دوت بيحتوي على خليط من الماء والمخاط والإنزيمات والإنزيمات زي ما قلنا بتساعد على تسريع معدل تفعولات كيميائية في الجسم ومنها عملية هضم الطعام وبيتبدأ عملية الهضم الكيميائي للطعام في الفم عن طريق تعحويل النشويات إلى سكريات داخل الفم تقدر تلاحظ الكلام دوت لو أنت مسكت قطعة من الخبز اللي بيحتوي على كمية كبيرة من النشا وتركتها في فمك بعد ما تمضغها شوية ما تبلعهاش مباشرة هتلاحظ بعد شوية ان الطعام ده بعد ما كان طعمه في البداية ممرر كده شوية وطعم النشا فيه بعد شوية هتلاقي طعم قطعة الخبز دي تبجم سكر وتحس ان هي تحولت لسكر جوال فم بدل ما كانت نشا بيقول لي يتكون اللعاب من الماء والمخاطئة والانزيمات اللي تتساعد على هضم النشا جزئيا وتحويله الى سكر وينتج اللعاب بواسطة ثلاث مجموعات من الغدد توجد في جوانب الفم يعني عندك ست غدد لعبية اتنين تحت اللسان واثنين اسفل الاظنين واثنين اسفل الفكين دولا بيدوني ست غدد لعبية هما اللي بيفرزوا كمية كبيرة من اللعاب خلال اليوم وعندما يختلط الطعام باللعاب يصبح كتلة طرية وده بيسهل حركته خلال الفم لحد ما يتبلع من المريء وبيساعد كمان على تدفق الطعام الى المريء فيحركوا اللسان الى مؤخرات الفم ثم يدفعوا اللي يتم بلعه وانتقاله الى المريء وبهذا تنتهي عملية البلع الا ان عملية الهضم ما زالت مستمرة لم تنتهي الشكل ثلاثة بيقول لي تنتج الغدد اللعبية ما يقارب واحد ونص لتر من اللعاب يوميا في الفم صف ماذا يحدث في الفم عندما تفكر في طعام تحبه لما بتبدأ تفكر في الطعام او بتشتهي طعام معين بيبدأ افراز اللعاب في الفم حتى قبل ما تاكل تمهيدا لدخول الطعام داخل الفم ومزجه باللعاب وعملية الهضم الكيميائي للطعام العضو التاني من اعضاء القناة الهضمية اللي هو المريء واللي هو عبارة عن انبوب طوله بيوصل لحوالي 25 سنتي وبيكون مغلف من الداخل بطبقة مخاطية بتفرز المخاط باستمرار عشان يسهل تدفق الطعام داخل المريء الى المعدة عشان الطعام ينتقل من الفم للمريء للمعدة ويكون بلعسه وينزل بسهولة او يتدفق بسهولة الى المعدة بيقول ليتحرك الطعام نحو المريء مرورا بنسيج يسمى لسان المزمار وهو تركيب يغلق تلقائيا ليسد ممر الهواء من المعلومات المهمة كمان المفروض نعرفها ان عندك في نهاية الفم بيكون موجود حيسمها لسان المزمار والله هو عبارة عن زي ما بنقول كده زي الحارس بمجرد ان انت بدأت تتاكل فيسد مجرى التنفس عشان الطعام ما ينزلش في الرئتين والقصب الهوائي بمجرد ان انت بدأت تتنفس فيسد مجرى الطعام عشان الهواء ما يدخلش المعدة لا يدخل على القصب الهوائي ويروح للرئتين بيقول لي فيمنع الطعام من اغلاقه وإلا اختنق الانسان والمرئ عبارة عن انبوب عضلي يبلغ طوله 25 سنتيمتر تقريبا ولا تحدث فيه اي عملية هضم لا كيميائي ولا ميكانيكي بتنقبض العضلات الملساء في جدار المريء لتنقل الطعام في اتجاه المعدة في حركة تسمى الحركة الدودية يبقى الحركة الدودية المقصود بها انقبض العضلات الملساء للمريء لكي تعمل على نقل الطعام من الفم إلى المعدة عبارة المريء اللي هو زي ما قلنا عبارة عن انبوب عضلي بيصل طوله لحوالي 25 سنتيمتر بيمتد من نهاية الفم حتى بداية المعدة كمان بيقول لي زي ما قلنا في البداية يوجد في جدار المريء غدد مخاطية تعمل على افراز المخاط لتسهيل حركة الطعام داخل المريء والحفاظ عليه راتبا نطلع من العضو الثاني اللي هو المريء نتكلم عن العضو الثالث والعضو يعتبر الأبرز في الجهاز الهضمي اللي هو المعدة المعدة عبارة عن كيس عضلي يتمدد عند دخول الطعام إليه من المريء وينكمش عند خروج الطعام منه يعني في حالة ان انت جعان ما أكلتش المعدة بتاعتك منكمش أو تمام التمام في حالة ان انت بدأت تأكل وبدأت تشرب ميا فالطعام والميا ينزلوا في المعدة ويبدأ يعمل ايه؟ يبدأ يتضخم كيس المعدة أو يتمدد كيس المعدة بيحدث في المعدة هضم ميكانيكي وهضم كيميائي أما عن الهضم الميكانيكي فبيحدث بواسطة مزج الطعام بالماء والعصارة اللي بتفرزها المعدة وحمض الهيدروكلوريك عن طريق حركة العضلات الملساة في المعدة اللي بتعمل انقباضات وانبساطات متتالية عشان تمزج الطعام ويتحول زي ما قلنا لسائل لزج غليظ القوام اللي بنسميه الكيميوس أما الهضم الكيميائي فيتمثل في خلط الطعام بالانزيمات والعصارة الهضمة ومنها حمض الهيدروكلوريك مع انزيم البيبسين اللي بيساعد على تحليل الطعام وبداية هضمه الكيميائي بيقول لي تفرز خلايا متخصصة موجودة في جدار المعدة لترين تقريبا من حمض الهيدروكلوريك في اليوم الواحد ويعمل هذا السائل مع انزيم البيبسين على هضم البوريتينات والقضاء على البكتيريا الموجودة في الطعام كمان بتفرز المعدة مادة مخطية تجعل الطعام أكثر لزوجة وفي نفس الوقت تحمل معدة من العصارة الهضمة القوية اللي ممكن الحمضية بتاعتها تكون عليها زادة على نظوم لدرشة انها تعمل تقرحات في المعدة وتحافظ على المعدة من التقرح بعد كده بعد ما يتم مزج الطعام بالانزيم البيبسين وحمض الهيدروكلوريك ونتجة الانقباضات والانبساطات المتتالية اللي بتعملها المعدة على الطعام بيتحول الطعام في المعدة لسائل لزج كسيف القوام يسمى الكيموس بيبدأ يتحرك ببطء إلى خارج المعدة ويدخل للأمعاء الدقيقة سؤال مزاقراتي بيقول لي لماذا لا تهضم المعدة نفسها بوسطة العصارة الحمضية الهضمة السبب في كده يا جماعة زي ما قلنا من شوية انه بيوجد في جدار المعدة غدد مخاطئة بتفرز المخاطئ اللي بيحافظ على المعدة وبيمنع وصول العصارة الحمضية لها بسبب وجود الطبقة المخاطئة التي تفرز المخاطئ الذي يمنع وصول العصارة الحمضية للهضمة إلى جدار المعدة وعدم هضم المعدة لنفسها تعالوا نعمل ملخص سريع لدرس النهاردة بدأنا درس النهاردة بمفهوم الجهاز الهضمي وقلنا هو الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وامتصاصه بدأنا بمفهوم الانزيم كمان اتكلمنا عن الانزيم وقلنا هو عبارة عن نوع من البورتينات التي تساعد على تسريع معدل التفاعلات الكيميائية في الجسم كما تساعد على عملية هضم الطعام كلمنا عن الكيميوس وقلنا الكيميوس هو عبارة عن عندما يخرج الطعام من المعدة في صورة سائل لزج غليز القوام يطلق عليه الكيميوس أعضاء الجهاز الهضمي بيتكون الجهاز الهضمي من جزئين الرئيسين هما القناة الهضمية اللي بتتكون من الفم والمريء والمعدة والأمعاءة الدقيقة والأمعاءة الغليزة مع المستقيم والشرج الجزء الثاني ملحقات القناة الهضمية اللي هي عبارة عن الأسنان واللسان والغدد اللعبية والكبد والبنكرياس والحويصلة الصفراء بكده خلصنا من درسنا النهاردة أتمنى يكون الدرس سهل وبسيط أتمنى يكون كلكم استفدتم الدرس في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء في درسي